خبز البرجر الطري خبز كتير خفيف مش معقول قديش هو خفيف و هتحبوه اول شي منحضر السبونج نوع من البوليش في شوية دقيق شوية ماء وكمية خميرة شوية زيادة عن المعروف يعني بهيك نوع من الخمائر لكن هو بده تقريبا حوالي الساعة للساعة ونص لينضج نضيف الطحين فوق منه الخميرة الفورية وفوق منه الماء ماء بحرارة الغرفة ونمزج الخليط لحد ما يعني يتشكل طبعا كل المقادير بتلاقوها بصندوق الوصف تكبسوا على الصندوق الوصف مطرح الشرح او العنوان تبع الفيديو بتلاقوه وبينزل للكم صندوق في كل المكونات للي بيسألون دائما ملوان الوصفة هو موجود بيكون عادتا جنب جنب التايتل او جنب اسم الفيديو اوكي هيك صار جاهز منغطيه بنتركه يتخمر بعد مرر ساعة لساعة ونصف بيكون صار جاهز ناضج بهالشكل هيدا اوكي بحط فوق منه الماء منها تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد بدوّب الاسبونج بالماء وضيف عليه الحليب حلي كامل الدسم وكيف تضعوا لبن او زبادي الخميرة بقيت الخميرة الفورية والسكر السكر بيعطيه لون بيعطيه طراوي بيعطيه طعم هو يعني من الاشياء اللي مهم وجودة بهيك انواع من المخبوزات نضيف البيضاء ومنخلط بشكل كامل وهيك صار المزيج جاهز لانه نضيفه للحلي نضيفه للحلي وبعدين نضيفه منه الدقيق مع الملح والجلوتين طبعا هون طريق التحضير الجلوتين موجودة بفيديو مشارئلي بالكارت أعليه اوكي بتشوفوه موجود انه هيدا طريق التحضير الجلوتين انا حضرته من 100 جرام دقيق نخلط المكونات لحديد ما تتشكل عجينة طريبا لها مدة خمس دقائق بعدين نضيف الزبدة شوي شوي بالتدريج قطع صغير طبعا الزبدة هون بده تكون طريه ما بده تكون جاندة او سايحة يعني بعدين نعجم بسرعة تانية او سرعة عالية لمدة على الاقل عشر دقائق طبعا حسب كل واحد وعجانته نضيف اخر شي الماء وتبقي الماء تقريبا 50 جرام وهي قوام العجين بعد انتهى العجن شوفو كيف الغشاء الشفافة تكون ممتاز هيك منعرف انه صارت العجين جاهزة انه تتخمر ممتاز منحطها بيعاق مدهون بشوية زيت ونغطيها وبعد مرور 45 ديئة هي بده تتخمر لمدة ساعة ونصف بعد مرور 45 ديئة يعني منشكلها على شكل دائرة بها الشكل هيدا ما ضرور انطلعها بس منغطيها مراتين منتركها 45 ديئة تانية بس لا تصير جاهزة منقطعها لقطع 80 جرام كل حبة ومنكورهم تكوير ابتدائي به الشكل هيدا طبعا ما مش شدة كثير عليهم بس مجرد تكوير ابتدائي ومنتركنه على جنب هكذا نعطيهم الشكل الاولي وبعدين منغطيهم كلهم ومنتركنهم يرتاحوا لمدة تقريبا يعني بين 15 و 30 ديئة بعدين منجيب اوالب السيليكون طبعا انا عندي هون اوالب مخصوصة لخبز البرجر سيليكون بنصحكم اذا كتير مهتمين بهيك نوع من المخبوزات الطريجة يبو السيليكون لانه بخلي المخبوزات تطلع منها كتير طريجة ممكن تستخدموا كمان الاوليب الحديد كذلك الامر اللي بتكون على نفس الشكل طبعا هون انا بشكلهم وبسكرهم منتحت طبعا هون انا بشدة عليهم خلاص حتى اتاكد انه يعني صار اوامهم كتير متماسك اوكي وبعد ما انكون انتهت من هون بكبسهم بالشكل هيدا مش كتير بس لهالدرجة هاي بتركهم يتخمروا بمكان حار يعني دافئ ورطب لمدة ساعتين الى ساعتين ونصف هيك صار شكلهم شوفوا ما شاء الله انتفاخهم ممتاز بدهنهم بخليط من الحليب والبيض وشوية ملاح طبعا بصفيهم لانه الزلال بكتل وبتركهم بالبراء طبعا لما سير وقتهم انا بدهنهم وبعدين برش سمسم طبعا هاي الطريقة التقليدية ممكن ترشوا اي نوع من البذور بعدين بكون حمينا الفرن لحرارة مئة وتسعين بخبزهم على الحرارة مئة وتمانين لمئة وتسعين لمدة يعني خمسة عشر ديئة تقريبا بنحرص على انه بعد مرور سبعة لتمنى دقايق منلف الصواني حتى ياخدوا لهم من كل الجوانب وهدول هنى بعد مرور ربع ساعة تقريبا شوفوا مأحلى هون ربع ساعة لتمنة عشر ديئة يعني بها الحدود ولا أروع من هيك شوفوا منتحت كيف يستوا من فوق أخدوا اللون هذا الخبز كتير طيب طبعا بعد مرور ربع الساعة هتى لا ننشوف وماشاءالله يعني عن جد تشوفوا الهوام كيف كتير خفيف من قص البيرجر من النص وشوفوا كيف من جوا خفيف هلا لو نشوي ما يلعى الاستمرار بسبب الطحين للقمح الكامل هذا خبز كتير طيب لألكون ولولادكم بس احكنا كتير بتجربوه نشوفكم لكم فيديوهات قادمة إذا الإراد ومع السلامة